طيب دلوقتي قلت لحضراتكم انه اسرائيل موجودة في دار الشفا مستشفى دار الشفا قوات الاسرائيلية قصفت الاول مستشفى دار الشفا فاعجزته واقعدته عن العمل جعلت العمل الطبي وتقديم الخدمة الصحية مستحيلة ثم دخلت القوات البرية وحصلت المستشفى ثم اختحمت المستشفى واحتلت الطابق الارضي فيها المستشفى اسرائيل عملت كده ليه؟ عشان الناس اللي هتقول يانهري سود ازاي تضربوا مستشفى ازاي تضربوا دار رعاية طبية ده ضد القانون ضد خلاص بقى ان تسمعوا ده الكلام ده اسرائيل بتسمعه كأنها بتسمع اغنية لمكلسوم يعني بالنسبة لها كلام نطيف فعشان تسبق قامت قايت لك ايه؟ قايت لك عندنا معلومات وعندنا قدلة انه هذا المستشفى اللي اسمه دار الشفى بيستخدم كقعدة عسكرية لحماس هذا المستشفى بيستخدم كقعدة عسكرية لحماس فبالتالي هنضرب وحنحتل ما عندناش غزار سمعوا في هذا الفيديو هذا الاعتراف هذا الاعتراف من الجنود الاسرائيلي ده واحد من المتحدثين باسم جيش الهاتف احتلال الاسرائيلي او جيش العار الاسرائيلي اللي بيعملوا ده مفيش جيش عنده شرف ونخوة وكرامة يعملوا فبالتالي ده يبقى اسمه جيش العار الاسرائيلي ده واحد من المتحدثين اتولي اللي هم كتير عاولوكم طبعا كل واحد له يومه وكل واحد له دوره وكل واحد له وجهه فيه السمج اللي اسمه افخاي ده اللي بيطلع لنا كلم بالعربي ده سمج وبيطلع بالعربي وابتسمته ابتسمت التمسيح كده علشان يعمل دوره وشغلانة وده بتاع الشغلانة ثانية واحد تالت بتاع الشغلانة ثالثة اللي هو بتاع السقور اللي هو بيقاط يعني كل واحد له شغلانته فكرة اسرائيل مبدعة في توزيع الاوراق وخلط الادوار. نوم بيقول ايه الحاج بقى? بيقول انه عندنا عملية عسكرية دقيقة. هو اهم حاجة فيهم بصلاحة دقة. يعني لما بيجوا يضربوا. بيدربوا بدقة. مش بيدربوا كده عشوائي. مش بيدربوا عمالة على بطال. مش بيجيبوا العسكري في المدني في كله. لا. حشل لا. عندهم عملية عسكرية دقيقة. اله يا رب يصيبهم عملية في الامعاء الدقيقة ما يقومش منها. يوم يقول لك ما عندنا عملية عسكرية دقيقة في مستشفى دار الشفا هو اللي بيعترف اهو ليه عشان عندنا معلومات وادلة بتقول ان فيه عناصر وفيه قواعد لحماس هناك طيب مش انا اللي حرد على البيه مش انا اللي حرد على البيه ومش انا اللي حرد على هذه الكتبة هجيب له واحد عايش في مستشفى دار الشفا ومش واحد مننا عشان ما يبانش ان احنا العرب متضمنين متعاطفين رغم من العرب لا متضمنين ولا متعاطفين مع فلسطين لكن مش مننا خالص ده دكتور سويدي دكتور سويدي بيشتغل في دار الشفا من 16 سنة يعني تقريبا هو اللي بديها وعرف كل طوبة فيها اسمعوا هذا الطبيب ماذا يقول ردا على استهداف وقصف اسرائيل لدار الشفا جنران أي صنع من أي ميليتري في شفا ولكن أعتقد أنك يجب أن تسألون الإسرائيليين لأنه إذا كانوا متأكدون عن هذا الميليتري الذي يتحدث عنه في 16 عام الآن أين يكون المثال؟ وتعاملت مع كل فرد فيها سواء من الاسطاف من الأطباء أو الممرضين أو المسعفين أو الموظفين أو المرضى كل اللي موجودين في دار الشفا النهاردة ومبارح وأول مبارح ومن 16 سنة أنا عرفهم شخص شخص عمري ما شفت أي علامة لأي تحرك عسكري أو مقاوم أو قاعدة عسكرية أو غرفة فيها سلاح أو حاجة أبدا فهو اللي بيقول في آخر الفيديو هو فأنا بقول لإسرائيل اللي بتدعي عكس كده فين الدليل where is the proof فين الدليل على إن في حاجة عسكرية أو ليه علاقة بحماس بتتم في دار الشفا عشان كده هدتوها على دماغنا راجلة هو سويدي ولا نرويجي الله أعلم جنسيته والموم إنه هو الدول الإسكندرافية وبيقول هذا الكلام ردا على مزاعم وكد الجيش الإسرائيلي اللي بيدرب وبعدين يبقى يشوف له مبرر يضرب الأول وبعدين يبقى نشوف مبرر إحنا مش محتاجين نزبط نفسنا مش محتاجين ندافع عن نفسنا دي المصيبة السودة اللي العالم كله مقدمه هدية لإسرائيل إن نتنياهو أما يجوا وقول له طب حنقول إيه للناس لما كذا فيرد عليهم وقول لهم وإحنا مش مضطرين نقول حاجة للناس إحنا مش مضطرين نقول حاجة للناس لإنه مفيش ناس مش مضطرين نقول حاجة للناس لإن مفيش ناس لإن مفيش حد هيقول لنا بم مفيش حد حيحسبنا لكن هو متناسي إن فيه كبير هو اللي حيحسبنا كلنا وياويله وياويله اللي حسابه هيبقى عامل زيه المتن ياهو